باسمي واسمكم نرحب مرة أخرى بضيفنا في مساء الثقافية الناقض السينمائي الدكتور مصعب العمري حيث الله دكتور مرة أخرى أهلا وسهلا فيك شرفتنا في ساديو مساء الثقافية قبل أن ندخل في صلب موضوعنا اليوم الذي هو مهرجنا أفلام الخريجية ويجب أن يتكلم عن قرار مهم صدر اليوم يوم السينما السعودية الذي هو قرار هيئة الأفلام بتخفيذ رسوم وممارس النشاط وتشغيل الشاشات وما رأيك بهذا القرار؟ بسم الله الرحمن الرحيم أعتقد أنه قرار رائع جدا وأتى من خلفية اقتصادية بحتها يعني مثلا لما ننظر لإرادات شبك تذاكر في السعودية على مدلس سنوات الماضية نجد أنه كل سنة نسبة النمو عالية جدا يعني مثال عام 2020 كانت لا تتجاوز المائة مليون إرادات شبك تذاكر في عام 2021 وصلت إلى ميتين وستة مليون بعد كذا العام اللي بعدله عام 2022 قفزت من ميتين وستة إلى تسعمائة وخمسة مليون هذا قفزة هائلة جدا لكن اللي حصل بعده في عام 2023 القفزة كانت بسيطة فرأينا مثلا من تسعمائة وخمسة إلى تسعمائة و تسعة عشر مليون فأعتقد أنه هذا التخفيض يبدو لي أنه لأبعاد اقتصادية يعني عامين ما كسرنا حاجز المليار فقد يكون هذا له دور كبير أنه يزيد من وصول الجماهير إلى صات السينما وحضورهم بالتالي ترتفع هذا الرقم الأمر الآخر فيما يخص التخفيض يعتبر عالي جدا يعني نحن رأينا تقريبا رسوم اللي كانت بميتين وعشر الاف ريال كرسوم نشاط مزاوط نشاط أصبحت 21 ألف تقريبا أو 25 ألف نتكلم على خمسة ثمانية في المية تقريبا تقفيض رسوم كل الشاشة كانت 21 ألف أصبحت ثلاثة الاف ريال فأعتقد أنه هذا يعني محفز جدا للاستثمار في قطاع العرض وهو استثمار أيضا في الفيلم السعودي الذي سيتقلل من المخاطر نجاح الفيلم يعني نجاح الفيلم لما يكون أسعار تذاكرة عالية يكون الرزق أعلى لما تكون الأسعار من خفضة يساهم في أنه يعني يحفز القطاع وفعلا وهذا جاء في حيثيات القرار وأنه يحفز أيضا يعني المستهلكين على الدخول لصلاة السينما والاستمتاع بمشاهدة الأفلام السعودية فلتتوقع قفزة هائلة مثل قفزات في السنوات الماضية دكتور نحن نتمنى شوف بيع العرقام وليس العاطفة يعني في مجلة فيرايتي الشهيرة أشارت إلى تقريرها العام الماضي ونشر أنه السعودية في الرقم 14 عالميا وأعتقد أن هذا الرقم جدا كبير من كيف يتصور شباك تذاكي السعودي هو رقم 14 كأكبر سوق في العالم فهذا أعتقد بلا عرقام نحن لم نعد نفس في شرق الأوسط نحن نرقم واحد على الميناء وهو شرق أوسط شمال أفريقيا ونحن ننافس عالميا المأمول أنه بحلول 20-30 لو نصل إلى من أكبر عشر أسواق حول العالم أعتقد أن هذا بيكون نجاح كبير بذن الله نتمنى إن شاء الله أنه نصل إليه وليس هذا ببعيد إن شاء الله نخرج من السعودية إلى إقليمنا اللي هو الأفلام الخليجية الخامس الماضي انتهى مهرجان الأفلام السينمائية الخليجية هنا في رياض لأول مرة وش تقدم مثل هذه المهرجانات للأفلام الخليجية خاصة شفنا تنوع في المواضيع اللي فازت بالجوائز فيه طبعا المهرجان يعتبر هو تظاهرة ثقافية رائعة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي أعتقد أنه سادت فيه خنقول روح الأخاء والتعاون بين صناع الأفلام في أبناء هذه المنطقة فكان جميل من هذا الجانب أيضا كان هو نقطة التقال لكثير من الأسماء التي لم نكن نراها سابقة يعني مثال كان هناك من ضمن ندوات لندوة لمسعود أمر الله مثلا من الإمارات هو يعتبر المؤسس لأكثر من مهرجان سينمائي في الإمارات على سبيل المثال مهرجان دبي فكان فيه مجموعة كبيرة من الأسماء أيضا تميز المهرجان وكان ما نسي تكريم الناس الذين خدموا الصناعة لأربعة أو خمس عقود مضت مثل جاسم النبهان ومحمد الطويان وغيرهم الأسماء فنقدر نقول هو كان احتفاء بأبناء المنطقة من صناع الأفلام ويصفتك ناقد سينمائي الدكتور يعني جودة الأفلام سواء من ناحية الحبكة من ناحية التصوير ناحية الفيلم ككل هل تجد تطور ملحوظ في الصناعة السينمائية الخليجية ككل أعتقد أنه من الصعب الحكم على دول المجلس التعاون الخليجي كحقبة واحدة نظرا لتفاوت العمل فين بينهم يعني مثلا هناك دولة خليجية مثل مثل بحرين نجد أن صناع الأفلام فيهم يعملون ويكافحون بأنفسهم دون وجود أي مثلا برامج دعم حكومية أو خاصة مثلا في المقابل نرى مثلا مثلا دولة مثل قطر لا يزال دعم فيها فقط عن طريق موسة واحدة موسة الدوحة الأفلام فنوعا ما قاعد يركز على الدول الشرق الأوسط بأكمله فكل دولة يعني قاعدة تركز على جانب فلا نستطيع أن نقيسهم في حقبة واحدة لكن لما ننظر لهم نجد أنه معظم دول خليج في السنوات الماضية بدأت تتراجع سواء كأحداث يعني على سبيل المثال نحن كنا كل سنة نرى مهرجان دوبي السينمائي كنا نرى مهرجان زي مهرجان العين مهرجان الخليج إلى آخر كلها يعني تقدر تقول يعني اختفت أو تأجلت أو أصبحت تقام في فترات أطول يعني وأصبح فقط النمو كمجلس تعاون خليجي موجود فقط في السعودية هي التي لديها نمو آخر خمس سنوات من حيث الأحداث الثقافية أيضا نمو من حيث أعداد الإنتاج يعني نحن كنا قبل خمس سنوات نرى في العام الواحد يمكن فوق عشرة فلام خليجية بدون مستعاون اليوم السعودية بحد ذاتها تنتج أكثر مما ينتجه مجموعة مستعاون الخليجية وهل هذا يعني الاعتبار رمزية استضافة الرياضة لأول مرة لهذا المهرجان ومشان طبعات اللي سادت حول هذه النقطة تحديدا أعتقد أنه لكل كصراحة كان مبهور بالواقع السعودي نحن اليوم لم نعد نتحدث عن آمال أو تطلعات نحن نتحدث اليوم عن واقع زي ما قلنا لو نظرنا في قطاع العرض قبل شوي قلنا نحن رقم واحد في شرق الأوسط شمال أفريقيا نحن رقم 14 دولين حول العالم لو نظرنا حول قطاع الإنتاج نحن في العام الواحد فقط الأفلام التي تتعوصها السينما تتجاوز عشرة أفلام بالإضافة إلى ثلاث أربع أفلام تكون من إنتاج سعودية من إنتاج انتفليكس فحصيلة السنة الوحدة تتجاوز 14-15 فيلم هذا بالنسبة لنا قفزة هائلة لما ننظر كيف كنا في حقبة سابقة مثلا من عام 2000 إلى 2015 نحن نمكن ثلاث أربع أفلام طويلة فقط التي ننتجناها فلا يمكن المقارنة اليوم نحن في واقع جدا ممتاز الأمل اللي جاي أنه ننتقل بالمنافسة الإقليمية إلى بفعل المنافسة الدولية فمثلا شفنا فيلم نورة وهو أحد الفلام التي تدعمت من هيئة الفلام اليوم في يعني روشيخ المرزان كان في قسم نظرة ما بالنسبة لنا هذا مؤشر مميز على نضج برامج الدعم على رغم أنها حديثة يعني برنامج الدعم ضو للتابعة لهئة الأفلام هو ترى حديث يعني لم تخرج منها سواء دفعتين أو ثلاث فدفعتين أو ثلاث ويصل واحد منها إلى كان هذا الدليل أنه البرامج هذه صممت بفعالية عالية جدا ويتطلع أنه نرى منها أعمال أكثر مستقبلا ترجمة نانسي قنقر